اه جمهورية راست العربية والواطن العربي كله. اه 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 يعني انا عايزة ان افتك ان هو موجود اصلاً طمعاً ولكن عايزين بي يعني فاطرين بيس عاون بيس عاون بيس عاون. اه اه الشكاية يعني عايزة تحديد. هاو ازاي اللي عدل سلوك اولنا عمونا. دلوقتي السلوك قصة اللي بحالة يعني يعني خدمة من السلوك يعني السلوك والاعتباءات والعنب. وبالنسبة لأشياءات الخاصة وبالنسبة للأشياءات الخاصة. انا طبعاً برض مهتمة ازاي نتعلم بنكنا نعدي السلوكين ويخليهم ينجمجوا في المجتمع ويكونوا اصطئة يعني ساع عالة يعتمد على جهتها. وفي نفس الوقت المجتمع ممكن يعتمد عليهم مثلاً في او واخر. زي ما جاءت البذرة. يعني الوقت انه عهبر بي سوء. السوء آآ عربية. يعني بيقدر يعني بيقدر يتعاقل. بيقدر يتغل مكافل. بيقدر حتى بيساهم في تحسين الاقتصال. بيساهم في تحسين الاقتصال. بيساهم في تحسين يعني اي مجال من المجانات. يعني اذا هم اجروا يعتمدوا عن الحروف ويجروا المجتمع يعتمد عليهم. طبعاً هذا الجانب. الجانب الجانب هو التعزيل السلوكي بالنسبة لأولادنا. او الاصطال عموماً. ازاي الاصطال يطلعوا اصداد صحيح. مش معوض. دي قابل الانترافات. وده اصلاً ده هدفنا. هدفنا المجتمع يتماس في بلاد العربية فيها. لأينا اصلاً الاساس ليه يبدأ من البنت وطفولة. اصلاً لو اعواج السلوكي من الصغر حيار معواجه من مدى الحياة. مش كونش اظاير انسان اصلاً كبر او وفد عالالسلقة او وفد عالعنف. لانه ما تعدلوش ما ما شلوكي من الصغر وباعتين يعني خليها دمت المجتمع. المجتمع سيكون نتيج من كل الاحطاء. ده ثقة اه تعليم السلوكي برجوة الاصحال الاصحاء. او الاصحاء اللي هو مش اصحاب اعقاد او اه اه مش اه مش اه مش زاوية كبه الخاصة. بين نزل زوج الشجات التحصة في البدراس احنا